قضاء يضرب فيه المثل في النزاهة والعدالة وربما يصلح مدرسة تنهل منه المؤسسات القضائية الدولية هكذا ينظر إلى القضاء في العراق بعين المسؤولين عنها المعينين من قبل الميليشيات الرائدة في ارتكاب الجرائم والمظالم رئيس مجلس القضاء في العراق فائق زيدان يرى أن القضاء حقق نقلة نوعية في العدالة منذ عام 2003 مخالفا بذلك عشرات التقارير الحقوقية والمنظمات الإنسانية الدولية والأممية التي استفاضت بالحديث عن فساد القضاء في العراق وتسييسه وامتثاله لرغبات زعماء الميليشيات ولا أدل على ذلك من الأحكام الجائرة والتجاوزات وتبرئة مرتكبي الجرائم وعجزه عن الحكم على متهم واحد من حيتان الفساد وفي معرض الحديث عن القضاء لا بد من الإشارة إلى القرار الجديد لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني المتعلق بإمكانية الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب أو الانتزاع القصري للاعترافات إلى تقديم الشكوى إلى المحكمة هذا الخبر في عنوانه قد يعجب الحقوقيين لكن الشيطان يكمن في تفاصيل الخبر حيث حدد السودان شروطا لقبول شك والمتعرضين للتعذيب أهمها أن يقدم المدعي دليلا قاطعا لا لبس فيه يدل على وقوع الانتهاك بحقه وبعبارة أوضح على الضحية أن تطلب من جلادها أن يزودها بالأدلة على وقوع الجريمة وكأن قرار السودان هذا جاء من أجل تعقيد قبول الشكاوى لا تسهيلها الانتهاكات وعمليات التعذيب وانتزاع الاعترافات قصرا تجري في السجون السرية التابعة للميليشيات وكذلك في السجون الحكومية المرتبطة بنكوذ الميليشيات والقضاء تهيمن عليه الميليشيات فكيف للمعتقلين أن ينتصفوا ممن ظلمهم إذا كان القاضي هو المجرم والشاهد